اشتركوا في القناة ولها اهمية في تحديد الوقت دوائر العرض هي دوائر وهمية طبعا تجي مقارنة تحيط بالكرة الارضية وهي غير متساوية في الطول ويبلغ عددها 180 دائرة ولها اهمية في تحديد نوع المناخ السائل سؤال ما المزايا التي يتمتع بها شكل العراق بيّنها بعد شكل العراق او يعد شكل العراق الشكل الدائري للدولة واحد تقع العاصمة بغداد في وسطها اثنين شكله المتلاحم له الفضل الأفضلية من الناحية السياسية والاقتصادية تقليل المسافات بين جهات وطننا العراق هذا الشكل مات سؤال ما اهمية موقع العراق الجغرافي اهمية يتضمن ثروات اقتصادية متنوعة واحد يحتل موقع جغرافي متميز فضلا عن اشراق على القسم الشرقي من الدولة العربية ضمن منطقة الهلال الخصيب ثلاثة يعد نقطة وصل بين قرارات العالم الثلاثة آسيا أوروبا أفريقيا يقع عند اقصر الطرق البرية التي توصل بين المحيط الهند والبحر المتوصل جيد يعد من اهم الطرق الجوية الصالحة لنقل الجوي ويعد احدى مناطق الارتكاز في العالم جيد سؤال عرف التضاريط ثم عدد اقسام تضاريط سطح العراق تضاريط وهي الاشكال السطحية التي تتكون منها القشرة الارضية من جبال والتلال وهضاب وسهول وويدا عددها منطقة جبلية شبه جبلية السهل الرسوبي الهضبة الصحراوية الغربية في طبعا الغاب لنبر جيد سؤال عدد بنقاط اهمية منطقة الهوار والمستنقعات في وطننا العراق واحد يمكن عدها خزانات طبيعية المياه فضلا عن اهميتها لذرء اخطار الفيضانات واحد تستهدم في الزراعة ولا سيمة زراعة محاصيل الحبوب مين ثم ثالثا تضم العديد من الثروات الطبية والنباتية الطبيعية والنباتية والقصب والبردي وتربى فيها انواع متنواعة من الثروات الحيوانية كالاسماك والطيور والماشية هذا كله وين في الاهوار رابعا لها اهمية سياحية وطبيعية نظرا لجمال طبيعتها اذا ما توفرت المسلزمات الضرورية لانجاعها كشفت طرق وانشاء دور لإسراحها جيد سؤال هنا يقول ما اهم صفات درجة الحرارة في العراق اهم صفاتها واحد ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف في المناطق الوسطى والجنوبية ويكون المدى الحراري اليومي كبير بسبب الجفاف وقلة وسقوط الامطار السبب هنا انا خافزي لك بسبب الجفاف وقلة وسقوط الامطار اما في المناطق الشمالية تميزت باعتدال درجة الحرارة فيها بسبب ارتفاعها عن مستوى سطح البحر وغزارة الامطار فيها اثنين انخفاض درجة الحرارة خلال فصل الشتاء ولا سيمة المنطقة الشمالية من العراق ان تصل احيانا الى ما دون الصفر سؤال عدد انواع الرياح مهمة جدا وزارية التي تهب على العراق في فصل الصيف شمالية غربية وجنوبية الغربية جيد سؤال ما اهم الصفات صفات الامطار في وطننا العراق شنه اهمه ان تسقط معظم الامطار على وطننا العراق خلال فصل الشتاء والتي تبدأ عادة من شهر تشرين الثاني حتى شهر نيساء اما في فصل الصيف فينعدم سقوط الامطار في العراق سبب سيادة الضغط العالي المداري وقلة الرطوبة النسبية منيا تتباين كمية الامطار في انحاء العراق فهي تقل عادة في المناطق الوسطى والجنوبية الغربية اذا تصل كمياتها الى 250 ملهم وتزداد تدريجيا كلما اتجهنا للشمال الشرقي لا سيما المناطق الجبلية لتصل الى الف ملف عدد ابرز الاقليم او الاقليم مناخية السادة في العراق اقليم من مناخ البحر المتوسط اقليم من مناخ السهولة اقليم من مناخ الصحراوي عدد طبعا هنانا عدد نطاقات توزيع النبات الطبيعي في العراق نطاق الغابات العشاب الجبلية نطاق السهوب السبس نطاق ضفاف الانهار نطاق نباتات الاهوار والمسلقعات ونطاق النباتات الصحراوية جيد عدد اقسام النباتات الصحراوية النباتات الحولية والنباتات المعمرة عدد بنقاط اهمية مشاريع السيطرة والخزن توفر مخزون المائيا يساهم في المحافظة على رقعة المساحة الزراعية في موسم الجفاف تنظيم جريان المياه وتقليل اختار الفيضانات توليد الطاقة الكهربائية لها اهمية سياحية نظرا لجمالها واعتدال مناخها جيد عدد عناصر مناخ المناخ الجوي والرياح والانطار جيد عدد الاعوام المؤثرة في مناخ العراق الموقع الفلكي بالنسبة لدوار العرض المسطحات المائية البحار والمحطات والتضاريس ما هي مميزات السهل الرسوبي قلة انحداره وانبساط معظم اراضي الاهوار والمسلقعات فيها الاخسام الوسطى والجنوبية جيد عدد مشاريع السيطرة والخزن مقامة على نهر دجلة وان شاء الله عملت لكم ذنة عليها نزل المحاضرة مرتبة سد وخزان الترتار بحيرة الموصل وسد وبحيرة الدوكان سد وبحيرة الدلم الدخان سد وبحيرة حمرين سد وبحيرة العظيم سد السام الراء سد الكوتس سد الديفس سد العمارة سد ديالة جيد عدد اهم مشاريع السيطرة والخزن مقامة على نهر الفرات سد وبحيرة حديثة سد وبحيرة الحبانية سد الرمادي او سدة الرمادي سدة الهندية وسدة الكوفة عدد مصافي تكرير النفط مصفة دورة مصفة بيجي مصافي اخرى ذات طاقة انتاجية صغيرة ومنها مصفة الوند في محافظة ديالة وكركوكو الموصل والنصرية والنجف وغيرها جيد سؤال ما اهمية الكبرية الصناعية وما استعمالاته يستعمل في الزراعة المعادلة القلوية التربة لمعادلة قلوية التربة طبعا استعمال في تحضير حمض الكبرية يستعمل في صناعات الاصباغ والدهانات الطلاق يستخدم في صناعات المنسوجات في الورا ويستخدم خامسا في عدد من الصناعات الكيميائية سؤال يقول ما العوامل التي تساعدت على تنشيط التجارة الداخلية في العراق الموقع الجغرافي تباين توزيع السكان ان تباين توزيع السكان نجمع عنه تفاوت فيه الاستهلاك والقوة الشرائية فالتبادل التجارة في محافظة بغداد يختلف عن محافظة المثنة بسبب التفاوت في عدد السكان عدد انواع السياحة السياحة طبعا البيئية والسياحة الاثارية او البينية والسياحة الاثارية والسياحة الدينية سؤال اهمية السياحة والاصطياف اقتصادية ثقافية ترفيهية جيد عدد المطارات الدولية في العراق مطار بغداد الدولي مطار الموصل مطار ارفيل مطار سليمانية البصرة والنزف ضيفه لك اربلا جيد وضح اهم صناعات تحويلية في العراق صناعة الغذائية اوكي و مثل صناعة السكر الالبان وصناعة الزيوت صناعة التعليب صناعة النسيجية وجلوس صناعة الغزل ونسيج صناعة الغزل ونسيج صوفي في محافظة بغداد جيد وصناعة المنسوجات الحريرية في بابل صناعة الملابس والسجاد صناعة الانشائية وصناعة الاسمنت في محافظة بغداد طبعا هنا صناعة الملابس جيد ما أهم بنود لائحة الانتداب البريطاني طبعا وصلنا لكم إلى التاريخ بنودة تضع الدول من تداب قانون أساسية للعراق يعرض على مجلس العصبة المصادق عليه في مدة ثلاث سنوات أعطت بريطانيا لنفسها الحق في الاحتفاظ بقوة عسكرية في العراق ناقش طبعا هنا أعطت لنفسها الحق في إدارة العلاقات العراق الخارجية تعهدت بريطانيا بالمحافظة على الأراضي العراقية ولا تتنازل عنها والغالة الامتيازات الأجنبية في العراق تأسيس نظام قضائي يضمن مصالح الأجانب على بريطانيا تمنع أي تمييز بين رعاية أعضاء عصبة الأمم لا شيء مما في هذا الانتداب يمنع الدولة المتدبة من تأسيس حكومة مستقلة إداريا ما هي مطالب الحركة الوطنية والشعب العراقي بعد إعلان الانتداب البريطاني في العراق واحد ضرورة مطالب استقلال البلاد اثنين أقامت حكومة عربية تحكمه رفض الانتداب البريطاني رفض القصف والاعتقالات ضد بناء البلاد سؤال ما هي الأسباب الداخلية لثورة العشرين جدا مهمة جدا تدهور الاقتصاد العراقي فرضت قوات الاحتلال البريطانية الضرائب الباهضة التي أثقلت كاهل الشعب سوء إدارة الإدارة العسكرية البريطانية الأساليب أو أساليب الإدارة الحديثة السيئة لتبعثهم سلطات الاحتلال البريطاني في العراق اتضاح معالم السياسة البريطانية في العراق وشعور العراقيين بخيبة أمن دور رجال الدين في النجف الأشترف وكربلاء المقدسة والكاظمية وسام الراء في قاض الشعور الوطني لأبناء البلد وتحشيد الجهود لمطالبة بالحقوق المشروعة للعراقي سياسة اعتقال شخصيات الوطنية العراقية ونفيها للخارج والاتباعتها سلطات الاحتلال البريطاني ما هي الأسباب الخارجية لثورة العشرين تأثير الثورة العربية في الحجاز بقيادة ملكات الشريف حسين علي والتضاح زي في الوعود البريطانية بمنح العرب الحرية والاستقلال تأثير الثورة المصرية ثالثا قيام الدولة الملكية في سوريا في تموز عام 1920 برئاسة الأمير فيصل بن الحسين الوعود التي أطلقها المستعمرون المنتصرون في الحرب العالميتين الأولى التي أكدوا فيها على منح الحرية والاستقلال للشعوب ما أهم ما أكدت عليه رحلة رائب فيتش إلى العرب أو ما التقرير الذي تضمنته أن العرب يمثل حلقة المواصلات بين الدول العثمانية وبلاد فارس أن البصرة مركز تجاري مهم لتجارة التوابل والأقمشة العقاقين المستوردة من الهند وكان من نتائج هذه الرحلة أن حصلت موافقة الملكة الإيزابيت الشركة الشرق الأدنى للتجارة مع العراق سؤال ما الامتيازات التي منحت للتجارة البريطانية في العراق موافقة الحكومة العثمانية على أن ترفع السفن الإنجليز أعلامها والمتجرة داخل موانئ العثمانية تحديد الرسوم على البضائع الإنجليزية إنشاء وكالة تجارية الإنجليزية في البصرة حكم حاتمة العموال العراقين وجود ممثل تجاري في بريطانيا يتمتع بالحصانة في كل من بغداد والبصرة سؤال وضع باختصار التنافس البريطاني الألماني على العراق جواب بدأ التنافس البريطاني الألماني على العراق من خلال الاهتمام بالآثار العراقية وإجراء الدراسات العربية الإسلامية مدسكك حديد بغداد برلين والذي يعد هدفها توسيعاً لألمانيا في ممتلكات الدولة العثمانية حصول الألمان على امتياز لمدسكة حديد من قونيا لبغداد ثم البصرة اتفاق ألمانيا مع الدولة العثمانية على بناء سكة حديد الحجاز منافسة التجارة البريطانية في الدولة العثمانية حيث بلغت حجم الحملات الألمانية في ميناء البصرة والذي جاب المرتبة الثانية بعد حجم الصادرات البريطانية في الميناء والتي امتازت بخطورتها على التجارة البريطانية في العراق جيد سؤال ما الأحداث والظروف التي ساعدت على زيادة وتعزيز نفوذ بريطانيا في الدولة العثمانية الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت في علام مصر والخطط الفرنسية التوسعية في المنطقة وانهل الهند والشر نجاح بريطانيا بتعين هارفورد جونز فنصلا لها في ولاية بغداد وما حولها ومنحه الحصانة والامتيازات فضلا عن توطيج علاقتهم مع الوالي المملوك سليمان باشر كبير جيد سؤال يقول كان هناك ثلاثة طرق تصل بريطانيا من سعمراتها بالهند الأول عبر رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب قارة أفريقيا ثاني عبر الأراضي المصرية ليصل البحر المتوسط البحر الأحمر ومنه إلى الهند العراق ليصل البحر المتوسط بالخليج العربي ومنه الهند وهو المفضل لدى بريطانيا لأنه أقصر الطرق سؤال ما الأسباب التي بيّنت أهمية نهر الفرات للمواصلات البريطانية جيد أهمية نهر الفرات للمواصلات بين بحر المتوسط والخليج العربي بواحد صلاحية النهر للسيرة السفن البريطانية أهمية التجارة والنفوذ البريطانية في المنطقة أهميته العسكرية يقول سؤاله هذا ماذا يتضمن التقرير الذي رفعه جسني للحكومة البريطانية نهر حلته الثانية في نهر الفرات الجواب غير وجهة نظره عن صلاحية نهر الفرات لسير السفن البخاري وصعوبة الإفادة منه في كل الأوقات فضلاً عن طول المسافة المتدة من ردايته وحتى مصبّوه يقول ما أهم الأنشطة التي اهتمت بها شركة هنري بلوس لينج التي تأسست في العراق اهتمت الشركة بعمليات تجارة والوساطة التجارية لبعض الشركات البريطانية والنشاط المصرفي والنقل البريدي توطيد العلاقات مع العشائر العراقية الساكنة على ظفاف نهرية دجلة لحماية السيرب واخرها المحملة بمختلف نواع البضاع التجارية سؤال هنا نقول أسباب قيام بريطانيا باحتلال منطقة القرنة يعني القرنة جيد موقعها الاستراتيجي عند ملتقى نهرية دجلة والفرات فضلاً عن سيطرتها الكاملة على مجرى شط العرب متطلبات القوات البريطانية من المواد الغذائية والمؤنم تأثيرها المعنوي في العشائر العراقي عليه إدارة المعارك بين الجيشين أدت إلى استسلام القوات العثمانية في القرنة وانسحابها ليلة 98 كامل رمضان 18 تازل كانون الأول جيد وضح نتائج معركة الشعيبة مهمة جداً ها وزارية انسحاب القوات العثمانية باتجاه الناصرية انتحار القائد العثماني استيمان وفاة سيد محمد سعيد الحبوبي في الناصرية تعد المعركة من أهم المعارك في تاريخ العراق مميزات ثورة العشتين وحدت كلمة العراقيين واحد كشفت الثورة عن نظر سياسي وطني من خلال بياناتها ومراساتها لم يفل الثورة عن أهمية العمل السياسي قبل بدء الثورة أربعة للتفاوض مع المحتل انتهت الحرب عسكرياً من نصر القوات الاقتلال بريطانياً إلا أنها بالمقابل نجاح السياسي لصالح الثورة نتائج ثورة العشرين تعد ثورة العشرين أحد أهم الأسباب الرئيسية في تأسيس الدولة العراقية الحديثة لقد أثبتت عملية فشل الدار البريطاني من خلال سيطرتها المباشرة على البلاد على الرغم من أسلحتها الحديثة والمتطورة جيد أثبتت أهمية التلاحم والوحدة الوطنية في مواجهة المحن والصعاب بين أبناء الشعب العراقي وحدت الشعب بكل فئاته وقومياته ومذاهبه كشفت الثورة عن نظر سياسي وطني عبرت عنه الصحافة ناتق بأم الثورة أضعفت الثورة إلى أحد كبير مركز بريطاني وبوصفة دولة في منطقة الشرق الأدنى أصبحت هذه الثورة نبراسة لجميع الثورات الوطنية على الرغم من تمكن قوات الاحتلال أعادة احتلال مدن والمناقق التي حررنا الثور لأنه معترفوا بقوة الثورة إنشاء الدولة العراقية المعاصرة سؤال ما أهم ما تضمنه البلاغ البريطاني الفرنسي الجواب أن الهدف للدولتين في فرض سيطرتها هو تحرير الشعوب التي خضعت تحت الحكم العثماني وضح أسباب توجه الأنظار نحو شخصية الأمير فيصل بن الحسين لتولي عرش العراق أن الأمير فيصل بن الحسين من الشخصيات المعروفة والمناسبة لإدارة الدولة العربية حديثة طبعاً معروفة ومقبولة في العراق لأنه حارم الضباط العراقين في الثورة ماذا تضمن تشكيلة الحكومة العراقية الموقتة؟ السيد عبد الرحمن نقيب نقيب أشراف بغداد تولى رأسة الحكومة العراقية الموقتة ثمانية وزارة ومع كل وزير مستشار بريطاني مع اثنين عشرة وزيراً بلا وزارة اقتصرت أعمال الحكومة من الناحية الإدارية على أنشاء الدواوين الرسمية وإشغال الوظائف الحكومية ماذا اشترطت الحكومة العراقية الموقتة برأسة عبد الرحمن نقيب على الحكومة الملك فيصل؟ الجواب أن تكون حكومة وزارة سورياً يا بيدي بديمقراطية مقيدة بالقانون فضلاً عن أجراء استفتاع عام في البلاد معرفة الرأي أوكي هاي أهم أيضاً أهم الجيد طلاق هذني طبعاً بنوذ المعاهد العراقية البريطانية أيضاً جداً مهمة مجالات اللي تناولت العمل أو تتناول العمل الطوعي خاصة بالوطنية طلابنا العزاء خلص لينة طلابنا العزاء انتهت بالنسبة